طيب هنرجع طبعا بتفاصيل أكيد للفوز الكبير اللي حصل على فرقه واستعادة الأهل لصدارة الدوري لكن وحنا بنتكلم على لقاء الكابتن الخطيب مع اللعيبة قبل دخول المعسكر الفريق دخل المعسكر بكرا إن شاء الله هيتمرن تمرين الساعة خمسة في ملعب مختار التيتش من خلال المعسكر مباراة السبت مع المريخ هيديرها الطاقم الأنجولي هيدلر مارتينيز وبيعاونوا صنائي جيرسون إيمليون وموليدة موس مارتينيز الحاكم بدأ مسيرته التحكمية الأنجولي سنة 2008 يعني وقت ما بدأ كانت مصر بتاخد كأس العالم 2008 مارتينيز قد آخر مباراة له للمنتخب المغربي قدام ملاوي في الجولة السادة والأخيرة في تصفيات اللي أهلت لكأس الأمم مارتينيز سنه 42 سنة أثار كتير من الجدل وبالتحديد لو تفتكروا مباراة الزمالك وحسنية أغدير لأنه مع المساعد بتاعه تغاضى عن هدف صحيح لحسنية أغدير بعد ما الكرة تجاوزت خط المرمى اللي قعد عليها والكرة تقريبا فأست جوه الشبكة وما حسبهاش هدف هو بينك دي مسؤولية مشتركة ما كانش فيه فهر وقتها مش كده لكن فيه حكم راية يعني دي كانت هو لابد أن ينبه إليها حنخش بقى في فكرة أن أصل الزاوية وأصل واحد وقف قدامه وأصل الكرة سريعة أصل لكن يميهت لا كان فيه حلواتها طبعا هو برضو يعني تجاوز عن هدف لحسنية أغدير وكمان لو تفتكروا ما احتسبش هدف صحيح لابراهيم حسن لعب الزمالك في هذه المباراة إذن تعالي بقى نوقع فينا يعني إذا كان تغاد عن هدف صحيح في هذه المباراة لابراهيم حسن وحسب هدف أو تغاد عن احتساب هدف ضد الزمالك هو دمع يارو يعني هو ما كانش بيأثر أو بيوجه النتيجة طيب المباريات اللي قدرها الحكم الأنجول اللي هيدير مباراة الأهلي والمريخ اتنين فتصفيات أفريقيا لكاس العالم وحكم مباراة في كاس الأمم الأفريقية واتنين في أمم أفريقيا كان حكم رابع واتنين في الكونفدرالية ومباراة في دور الأبطال وثلاثة في دور الأبطال كحكم رابع خبراته حسب ما هو واضح مش بالشكل اللي يخليه حكم من التصنيف الأعلى المجموعة الأولى الآله هيدخل مباراة السابت عنده نقطة واحدة والمريخ عنده أربع نقط والساندونز طبعا متصدر عنده سبع نقاط والهلال السوداني عنده نقطة واحدة الهلال في الجولة دي حي يلعب مع ساندونز يمكن المباراة دي تأسف المباراة دي متأجلة من الجولة الأولى لكن في الجولة الرابعة بقى 12 مارس ساندونز مع الأهلي في بيريتوريا والهلال والمريخ في الخرطوم 11 مارس الأهلي والمريخ مؤجل من الجولة الأولى ترجمة نانسي قنقر